اشتركوا في القناة فمش حنحطوا أو مش حنفصلوا في كل موضوع بعينها مش حنوسعوا هلبة يعني الحلقات الثلاثة اللي بدناها ببداية البشرية وهي الصيد وبعدين والتجميع طبعا وكملناها بالرعي والتجين ثالث واحدة حتكون يعني حاجة تعلمتها البشرية اللي هي الزراعة كل البشر وإما كانوا الزراعة والفلاحة كانت الثالث مرحلة من مراحل التمدن والتحضر عند الإنسان لكن مش حندير مقدمة طويلة على الموضوع هذا خلينا بدلكم بحاجة تتعلق بجبل نفسه مباشرة ونقرأ لكم الكتاب هذا اللي هو إغاسرة دي بريدن دي درارن نفس اللي كتبه الشماخي ككتاب رحلة وجغرافيا في آن واحد يصف فيه الجبل قرية بقرية ويتحدث عن عوائد وخصوصيات فيما يتعلق بالزراعة طبعاً هو كمل الكتاب فرغ من كتابته في سنة 1885 1885 يعني 135 سنة فاته خلينا أقرأ لكم النص منها مباشرة يقول سدوس طيطنة موقط مقرية مفنوني تسامحوني للمش لابسنا تدرها تهدو متاع القرية تتسسوق تزداي دازمور دي جيمان أدقونة أوفسن تيمضيوين هواقعنا تأمن نسنت إن قات جناون عن جناون طبعاً كامون دي أسر نقبو عبيدة دلمماس انتمز جيدا ديس إفرون مقرية مقرية هواقعان ديس أمن تسسون سيسنت إجيما يوه بعدين قال ألاغ نتموكت نحيت تهلبة من الكلام قال ألاغ تموكت عاصروا نتي جناون يلا ديل خوشت والديسش أزمور ديس تزدير خانت ينطسيس أزرو هقان سيس يودان إن جفارت ديس ديد نوسوف أمقران مالونس أسف نزارقة ينغل دي جفارت يفعل أن شكشوك بعدين يواشكشوك غاسرو من البدران دمتا 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 بعدين يتوتلي أف المقابة بعبيدة ديني غاسرو يطف ديس المقام من أمي يحيا تسأدوس يبعد غفس أشار غاسرو يوه غاسرو غاسرو يوه ديس طيمي دين زيقني ان تيد دار صنعنت تيسار إمقران دي مش كان المهم الكلام هذا كله اللي قامه الشماخي وننصحكم بجريتة على فكرة فيه حتى نسخة عربية منها لما يعرفش اللغة الأمازيغية إغاسرو دي بريدن هذا يمر على القرى قرية بقرية ويحكي على المحيصين الزراعية متاعهم شل عندهم من رعي كيف يكون من حوش كيف يكون من مسكن والعيون اللي بجنبهم متلا متاع المية ولا كان فيه عبار وغيره 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 المهم النص هذا يدور كله عن الزراعة والمحاصيل وشين أنواع المزروع في منطقة موكت في فصاته وإيجن ناون وغيره اللي يقرأ زي ما قلت كتاب إغاسرة دي بريدن يعلم علم اليقين أن الزراعة في الجبل مقسمة لزراعة موسمية ولغراسة الغراسة متنوعة وفيه إبداع طبعا هادي لإيام ولكن في وقت الشماخ في إبداع فيها طبعا حاجات جديدة وكذا لكن في وقت الشماخي متغيرش الحال هلبة من قرون كان ما كانتش هكتر فعن طريقة الزراعة اللي يزرع بها أسلافنا الله يرحمهم في كتاب تاني ربما الإنسان يستفيد منه هو كتاب فقهي اللي هي قسمة الأراضين للفرصة الطائي اللي مهم للفرصة الطائي كذلك اللي هي الأرض وقسمة الأراضين حنديرها بعد شوية نحط صورة متاعها هنا ويتكلم عليه كيفية استغلال الأرض وإلى آخره لكن الحديث المتاعها كلها من باب فقهي والتقسيمات والأشياء الشرعية المرتبطة بكل هذا لكن يقدر الإنسان يستشف حاجات هلبة 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 من القرون الوسطى في جبل نفسه وغيرها من المناطق اللي بضيئة عليتي حال أسلافنا الله يرحمهم استغلوا كل قطعة من الأرض في الجبل أحسن استغلال انت لاحظ أسامي الأراضي بس في الجبل بحسب الحجم متاعها تلقى مثلا عندنا حاجة صغيرة من الأرض تتسمى تسومتة وتسومتة نعرفها اللي هي الوسادة المخدة بالليبي فالأرض تتسمى تسومتة اللي صغرها يعني بضع مترات وإلى تاب حيرة اللي تكون هكتارات وتكون غالبا مزارع ومزروعة بأشجار متشابهة وإلى طبعا نجفارة أزغار والظاهر وغيرها وغيرها وهذه تكون أرض مستوية وتحرت بالقمح والشعير الموسمي وغيرها سمحوني نخشيط طول في الموضوع لأن الموضوع بيطور وننبيها حلقة تكون قصيرة الأشجار النمطية والتقليدية في الجبل هي الزيتون بدرجة أولى وهو أكتر حاجة عهده في العهد الروماني ولما يتكلموا عليه السوق السوق متاع صبراتا اللي تكلمنا عليها هونا عزمان في الحلقة الأولى يقولوا من الروايات القديمة يقولوا أنه فيه خط متاع سير متاع زيت الزيتون من الجبل لعند صبراتا ويصبوا فيه صبانة الزيت في حيدي ينزل أظن هذه رواية مبارغة فيها لكن المقصود بالوفرة متاعه وكثرتها واللي كانت تجارة زي ما قلت رائجة حتى للاكتفاء الدائتي والتصدير من الجبل المشاع أنه أهم مش أكتر أشجار الزيتون في الجبل واللي يقولوا فيه ناس حتى توه هو زيتون أمسين واللي تعرف اليوم باسم الرحيبات وهو اسم طبعا مستحدث مهم أمسين فيها أجول أنواع مش عارف شن مصدر هذه الكلام بس هذا هو الشايع عند أهالي الجبل اليوم يقولوا أحسن أنواع الزيتون هو متاعر الحيبات وربما طبعا لخصوبة الأرض والأشياء العوام الهلبة اللي تخلي الزيتون يكون نافع وفيه وفرة هلبة ولكن في زمن الشماخي اللي جرينالا قبل شوية هذا يقول ولا بد أن هذا الكلام موغل في القدم هذا الكلام اللي بنقوله توه يقول في مثل مشهور يبدو أنه هو في جبل في عهد الشماخي يقول اليام دان طيمزين سيك دي سير ادي سيك وفات امن الدنيا تفاد اليام دان طيمزين سيك دي سير ادي سيك وفات امن الدنيا تفاد يعني كان تم الشعير من قصر دي سير في يفرن والزيت من قرية وفاة في فصاته معناها حلة الكارثة يعني من الوفرة والكترة فيها خلونا من طيمزين اللي هو في قصر دي سير التاريخي في يفرن بنولولها بعدين وخلينا نركزوا على الزيت يقولوا دي سيق وفاة أمن الدنيا يعني لو تم الزيت من وفاة قول الدنيا خلاص اتخذت تعرفوا وفاة قرية صغيرة للي ما يعرفوه شكل جبل ومعروم شكل وفاة وفاة رأي قرية بجديات صغيرة لو تزورها فيها شارع عريض وواسع وطويل كله معاصر في وفاة شارع هذا فيه كله معاصر ربما ما يصل للعشين لاني نفسي شفتها عشين معاصرها وأكتر حسب الزيارة اللي درتها لها زمان هي قرية زي ما قلت جدا صغيرة يعني أمر غريب جدا مقارنة بحجبها وعلاش أعطيت هذه الأهمية بالنسبة للزيت أمتاع الزيتون لعله أنا قلت هكي في نظري هذا تفسيري نيلي هذا المثل أن أهلها كانوا يمتهنوا مهنة عصر الزيتون وليس أمتلاك أجود أنواع الزيتون أو أكبر عدد زيتون بحيث أن أمسين حسب المشاع عندهم أجود أنواع الزيوت الجبل وشرق نفوسة يملكوا الغالبية العظمى منها شوفوا وحتجوا معاي في الإحصائيات شرق نفوسة بدون المنازع يملك العدد المطلق من أجار الزيتون وغربها حقيقة أن يقل فيه الزيتون بهالباب مع هذا هم بالنسبة للحجم المنتج ومتاعهم والسكان يعتبر عدد أجار الزيتون عندهم كبير بالمقارنة بالنسبة لأمسين يعني مثلا عند قرية بس في أمسين اللي هي تينوينزيرف واللي ذكرتها الإحصائيات أحد القرى على سبيل المثال بسة تملك واحد هات 3000 شجرة زيتون هذا في إحصاء سنة 1935 للناس اللي متشأمة اليوم يقولوا حتى نصفهم الآن مقعدش للأسف الشديد فمبالك توا ويعزي بعض الباحثين أسباب عديدة منها خصوبة الأرض ما قلت امتاعهم والتموقع امتاعها إلى آخره وكذلك كونها خالية من جميع الجهات فالزيتون يحب الصقع وأمسين هدي في جهية في اتشاه الشرق زي ما قلت من الجبل وهذا سبب هذه الوفرع خلينا أعطيكم إحصاءات للأشجار في الجبل في سنة 1935 نفسها وبنقارنوا بين نالوت في أقصى غرب نفسها مقابل يفرن في أقصى الشرق طبعا هذه المناطق ناطق في المزغية وإلى أقصى الشرق نوصلوا حتى مسلاتها وغيرها مسلاتها معروفة حتى هي بالزيتون يقولوا تقريبا الزيتون في مسلاتها والزين لحزاتها بناتق ماطع المهمة هذا ليس موضوعنا الزيتون في نالوت حسب الإحصائية سنة 1539 فيه فقط 6919 زيتونة هذا بس في وين في نالوت بينما في يفرن فيه 3714 زيتونة الحقيقة في يفرن عدد الزيتون ربما زاد في الارتفاع الكرم اللي هو التين اللي هو ايمطكن والله ايمطشن فيه في نالوت 14441 14441 في نالوت بينما في يفرن 110 ألف كرم 110 ألف وخمسمين حسب الإحصائية الدقيقة نخل فيه 4041 في نالوت بينما في يفرن فيه 10885 وهذا ينبت طبعا في الوادي الأودية المحمية نخل في الجبل ما ينبتشراه في سطح الجبل لازم يكون بين الوديان وبجنب حيث تكون مصادات للرياح والبرد الشديد المهم ما علينا وتكون قرب العيون بعدين يقولوا على اللوز شوفوا اللوزة في نالوت في 39 لوزة نالوت كلها 39 لوزة فهذا كان الوقت بالخمسة وثلاثين بينما في يفرن فيه 3196 لوزة الرمان نفس الشيء في نالوت كان 32 رمانة بينما في يفرن 640 رمانة مش حاجة كبيرة شوفوا الفرق في العدد بين الأشجار بين المدينتين اللي هي نالوت في أقصى غرب جبل نفوسة على الحدود التونسية بينما يفرن في أقصى الشرق متع جبل نفوسة بما فيها القرعة طبعا هذه الأرقام والإحصائيات وظاهر القرعة وغيرها والسبب بسيط جدا إن حتى الأمطار ومنسوبها من نالوت أقل نسبة تساقط في الجبل كله أقل نسبة تساقط أمطار في الجبل كله في نالوت بينما في يفرن وككلا عندنا أعلى نسبة تساقط بين يفرن وككلا وغريان واللي بنجوها كلها في حلقة خاصة بها وبالطقس عموما في الجبل وتغير الطقس عبر التاريخ به الزيتون ذكرناه قبل شوية والإحصائية تمتعه وعرفنا أنه كان فيه أنواع وأجود أنواعه وأهم المعاصر يتعصر فيه وهذه على فكرة بنولي لها بعدين لما نتكلم عن عمارة في الجبل نفوسة والصناعة التقليدية وغيرها بس الزيتون بما أنه أهم شجرة على الإطلاق في الجبل أنواع أهمها الزيتون الجبالي أو أفرعوني اللي يقولوا أن عمره يوصل لمئات السنين بل بعضها يقول ألاف يتحمل البيئة وتأقلم معها بس معلومة جانبية زمان كانوا يعاودوا في غرسه بطرق بداية وتقليدية قديمة لكن أفرعوني هذا يعني يقولون لأفرعوني لأي حاجة ينقل هيك باش تنقل أن هي قديمة قدمة التاريخ كانوا زمان يعاودوا فيه ياخدوا في القرمة نفسها ومنها هي ياخدوا ويعاودوا من الفلاك زي ما يقولوا ويعاودوا يغرسوها مرة ثانية وهذه تأخذ سنين باش تطلع لكن علميا توه نعرف أن الشتلة الصغيرة اللي تمبت بجنبها توه بجنب النخلة تمبت عرافة صغيرة هيك يسموا فيها لمصاص كانوا يجدون الله رحمهم يقصوا فيه وينحوا فيه لأننا خايفين أن هذه توعدت مصمن من الزيتونة الأصلية ويعلفوا فيه للحيوانات للسعي لكن أثبت اليوم وعلميا وبالتجربة وصديقي فتحي يوسف أحكالي على مشروع داره منها كان يدير منها مشاتل كبيرة وصوبات وتطلع الزيتونة خلال ثلاثة شهور فقط يعني زمان يعني وبعدين يحولوها طبعا للمكان اللي بيغرسوا فيها فهذه الطريقة سهلت عملية إعادة غرس الزيتون الفرعوني لكن بالرغم أن التكنولوجيا زادت والحاجات زادت لبنادم هو اللي ولا فاشل وحنجوها الموضوع هذا بعد شوية لما نجحت الطريقة هذه في الصراعة قلدوها ناس هلبة والحمد لله تم إعادة زراعة الزيتون هلبة بهذه الطريقة ومع هذا ما زال فيه نوع من الإهمال للزيتون مع العصر ووفرة الزيت المدعوم من الدولة اللي فسد كل شيء الدعم هذا والبترول اللي فسد كل شيء دائما نقول كلمة البترول هذا اللي خسرنا كل شيء ومع هذا وللأمانة الليبيين يحبوا الزيت الجباهلي زي ما يقولوا عموما ويفضلوه المكرر الأجنبي أنا شخصيا في الأسرة متاعنا عندنا زيتون هلبة وفي الجبل فيها أنواع هلبة زي ما قلنا من الزيت أو الزيتون عفوا الشايع هو أفرعوني اللي اتكرناها قبل الجوية قليلا بس فيها أنواع حسب استعمالها للزيت الطعام أو حتى للزوز وللعلف فيه حتى منها عندك أكراز ولا أكرازي أقراز ولا أكرازي للأكل ويكون كبير وفيه كذلك يكون كبير في الحجم ويطلع منها الزيتون هلبة أو الزيت هلبة وفيه أتلاو ولا إيتل كبير للزيت وللفتور واللي يديروا فيه أزمر يغمو زيت المخلل هيك بالطريقة الجبلية الأقديمة وهذا سنتكلم عليها على فكرة في حلقة الطبخ في جبل النفوس والأكل اللي يكلوا فيه جدودنا كل يوم وإلى آخره وفيه طبعا اللي ذكرناه بكري للزيتون ويتسمى في الساحل باسم أمازيغي اندوري كل مناطق الساحل يسموا فيه اندوري بينما أهل الجبل يسموا فيه عامي اللي هو اللي يجي من الزيتون وهي كلمة أمازيغية تعني المعصرة اندور وفيه اللي متوفر في كل غرب ليبيا كذلك نوع آخر من الزيتون يسمى باسمين اسم أمازيغي واسم عامي الاسم المازيغي اللي هو أقل نولغم أو نابي الجمل اللي يحب طويلة هكي وكذلك يستخدم للزيت وللأكل وفيه يعني حلو حقيقة فيه شوية تمرارة هكي لكن كويس تكلموا عليه بعدين لما تكلموا عليه أنواع الأكل في جبل نفوسة وفيه طبعا أشملال وفيه ألغيان وفيه أقر قدشاني وفيه أمناري وهذا اللي متوفر في الجبل تقريبا تاريخيا بعدين طبعا خش علينا الزيتون الأسباني والطلياني وأصناق يونانية وفيه طبعا الزيتون والمهم ما ينفعش لجبل لكن يستخدموا فيه في الساحل وهذا مدة العيش متاع مش مبكي على فرعون يقولنا يعيش مئات السنين هذا راه مدة المعيش متاع من 20 إلى 25 سنة لكن الناس يفضلوه تول أن يطلع وقتي الناس مستعج لتبه يطلع وقتي لكن مع اكتشاف طريقة جديدة للفرعون بأنه يطلع في فترة قصيرة ويعطي منتوج سريع فربما يعني ناس يطلع الزيتون المنطقة ويعيش ألاف السنين أو مئات السنين حسب رواية الشفاهية حتى يصل إلى الآلاف وبعدها حسب الإحصاءات التي قلت لكم بكري ثاني أكتر شجرة تنبت في الجبل وتتحمل البيئة التي هي الكرموس هو شجرة الكرم أو الكرمة بالعامية الليبية طمط شيط امطكن وغيرها وزي ما شفته يفرن كان فيها أكتر من 110 ألف كرمة واشتهر أهالي الجلعة في التفنن في صنعها ويغدوا بها عموم الغرب الليبية من النوعية الممتازة لعند توا وانت ناجل للجبل وانت طالع للجبل تلقام في الطريق ما زال يبيعوا فيها وبعدها طبعا ليس بالترتيب العنب والرمان واللوز والنظاث والمشماش والخوخ والتفاح والليم وغيرها طبعا الليم حقيقة ليس جديد على الجبل وغيرها وأشجار هل يحكي عليهم الشماخ نفسه في إغاسرة بريدن هذا بالنسبة للأشجار لا نريد أن نتوسع أو نريد بسرعة نكمل الحلقة لكن نريد تعرف العموم والنقاط العامة والذي يفهم أكثر يمشي للناس متخصص هذه مهمة أن نقيد وننشد الناس المتعلمة وعلى فكرة هنا نشكر صديقي فتح يوسف وكذلك عمي سعيد شنيب وكذلك صديقي من أمسين أحمد وكذلك الكتب والمراجع التي نستفيد منهم بالنسبة للزراعة الموسومية قلنا القمح والشعير تاريخيا لما بنجو للمطبخ النفوسي